هي لما نيجي نصنف المحركات تبقى لدورات التشغيل هي ايه دورة ربعية ربعية الاشواط ودورة ثنائية الاشواط كلام ده صحيح كلام ده صحيح ايوان عندي محرك احتراك داخل رباعي الدورة ومحرك احتراك داخلي ثنائي الدورة اذا العبارة او الجملة اللي قدام مني دي صحيحة تمام يا شباب تمام نكمل السؤال اللي بعد كده برضو في صح وخطأ بيقول لي تصنيف المحركات طبقا لنوع التبريد هي محركات تبرد بالماء ومحركات تبرد بالهواء في حاجة تانية لا اذا العبارة بتاعتي دي صحيحة الاول ولا خاطئة الشباب اللي بتقول عبارة صحيحة كلامهم مزبوط لان المحركات اللي احنا بنشتغل عليها في المركبات بتاعتي لها نوعين من التبريد تبريد بالماء وتبريد بالهواء وقلنا في دورة التبريد بالماء لها نوعين دايرة مغلقة او دايرة تبريد بالماء مغلقة ودايرة تبريد بالماء مفتوحة أما دايرة التبريد بالهواء هو نوع واحد فقط طيب تعالوا نرجع تاني لدور التبريد التبريد بالماء المغلقة إيه النوعين دول؟ النوعين أن السيارات اللي احنا بنركبها سيارات الركوب ومركبات النقل أو السيارات الكبيرة بتاعت النقل كلها بتشتغل بدايرة التبريد مغلقة يعني إيه دايرة التبريد مغلقة؟ يعني الميا داخل الدائرة ما بتخرجش بره أو سائل التبريد سائل التبريد بتاعي داخل الدائرة بتاعتي ما بتخرجش بره من الشميز للخرطيم لترمبة المية وهكذا يكمل يروح لرداتير بتاعي ما بيخرجش برا اما دايرة التبريد المفتوحة انا بدخل مية للمحرج بتاعي بتخرج من الناحية يعني من رأس المحرج تخرج خارج الدايرة برا خالص وده بتستخدمه في محركات الواحد سيلندر والتلين سيلندر محركات الراي او ماكينات الراي اللي بتستخدم فيه الاراضي الزراعية كمان عايزين نضيف معلومة هنا في النقطة دي اللي هي لما نيجي ننبرد جزء بندخل المية من اسفل لاعلى او سائل التبريد بندخله في المحرك من اسفل لاعلى ليه؟ علشان نضمن جودة التبريد ونضمن ان السطح كله تلامس او حصل اتصال بينه وبين الماء عشان احنا قلنا ان انتقال الحرارة بتنتقل بالحملة وبالاشعاع في الحالة دي المية هتشيل الحرارة من جدار الستوانة اللي هي ملامسة لي او ملاصقة لي تاخده وتطلع توديه للرداتير وبعدين يتبرد عن طريق الاشعاع والهوى كمان والحمل من خلال الهوى اللي هيعدي من الرداتير اذا انا بدخل المية من اسفل لاعلى في المحركات عشان جودة التبريد جودة التبريد بتكون اعلى طب تعالوا نعكس ونشوف المية لما نيجي ننزلها من اعلى الى اسفل لو مساكنا الالم ده او ده عشان نلبسة بتاعته تبان احنا هننزل المية من اعلى من هنا لو تحت اللبسة بالضبط ايو تحت اليد دي المية مش هتدخل هنا لكن لو دخلنا المية من اسفل المية هتدخل في كل مكان وتلامس القلم بتاعي ده من كل حت اذا انا بدخل مية التبريد من اسفل لجودة التبريد ولضمان وصول ماء التبريد لكل سطح اللي استوانا عشان نحصل على تبريد اعاني اذا الجملة اللي قدام مني او العبارة اللي قدام مني دي عبارة صحيحة طيب نكمل بعد كده السؤال رقم خامسة بيقولي تصنيف المحركات طبقا لحركة المكبس هي محركات ترددية ومحركات دائرية يعني ايه انا عندي لو انا جيت اصنف المحركات المستخدمة في المركبات عندنا هنلاقيها يا اما ترددية يا اما دائرية يعني ايه دائرية ويعني ايه ترددية ترددية اللي هي بتشتغل عندي في المكبس العادي اللي هو الدور الربعية والدور السنائية ان المكبس بيطلع لاعلى وينزل حركة ترددية اعلى الى اسفل او اسفل من اسفل الى اعلى حركة ترددية اما المحركات الدائرية هي المحركات اللي بتدور المجبس بتاعها بيدور زي محرك فانكل تمام اذا انا عندي نوعين لما اجي اصنف المحركات حسب حركة المجبس هنقول ان هم محركات ترددية ومحركات دائرية اذا العبارة اللي قدام مني دي عبارة صحيحة تعالوا نشوف الاجابة الاجابة بتاعتي بيقولي العبارة بتاعتك دي صحيح طيب نكمل السؤال اللي بعد كده بيقولي انواع الجلب جلب الاستوانة هي جلبة جافة وجلبة نصف جافة وجلبة مبتلة هيجي حد من الشباب اللي متابع معنا الحلقة دلوقتي ويقولي ما سمعناش عن النصف جافة دي لكن سمعنا عن جلبة جافة يعني ايه جلبة جافة الجلبة الجافة هي ان سائل التبريد او ماء التبريد ما بيكونش ملامس ليها مباشرة للسطح بتاع الاستوانة او بتاع الجلبة او بتاع الشميس يعني ايه يعني لو انا عندي دي الجدار الاستوانة ودماء التبريد تمام بيبقى فيه معدن بينهم في النص اذا الجلبة الجافة المية مش وصلة لي مش وصلة لي جدار الاستوانة بتاعتي بيبقى فيه معدن في المنتصف ما بين جدار الاستوانة وسائل التبريد وبالتالي احنا بنقول عليها جلبة جافة جلبة جافة يعني المية مش هتلامس جدار الاستوانة الجلبة الثانية هي جلبة مبتلة يعني ايه جلبة مبتلة يعني سائل التبريد ملاصق وملامس ومتصل بي جدار الاستوانة زي كده لو افترضنا ان ده الماء وده جدار الاستوانة او جلبة او جدار الاستوانة اما الجلبة الجافة بيكون فيه معدن ياخد الحرارة من الجلبة بتاعت الاستوانة اللي بتحرك فيها المجبس ياخدها ينقلها المين ينقلها لسائل التبريد عشان كده احنا بنسميها جلبة جافة الجلبة دي ما وصلهاش مية ما فيش مية جات لجدار الاستوانة اذا انا عندي نوعين فقط مش تلات انواع زي ما العبارة بتقول عندي نوعين اللي هم ايه جلبة جافة وجلبة مبتلة لو شرحنا الجلبة الجافة هي ايه والجلبة المبتلة هي ايه اذا العبارة اللي قدام مني دي عبارة خاطئة تمام نخش على السؤال اللي بعد كده ونشوف السؤال بيقول ايه بيقول لي اكتب اسم الجزء على الرسم اللي قدامك يباحنا انتقلنا من نوع اسئلة اللي هي صحة وخطأ ودخلنا على رسمة هنجبها نكتب الاجزاء عليه وده سؤال سهل وما بياخدش مننا وقت وصح وخطأ ما بياخدش مننا وقت لكن الفكرة انك تركز وانت بتقرأ السؤال برضو الفكرة مش انك تاخد درجة تنجح او كده انا الفكرة عندي انك توصل لك المعلوم الرسمة اللي قدامك دي بتاعت ايه الرسمة اللي قدامي دي يا مصطر بعض الشباب هيقول لي ده محرك احتراق داخلي رباعي الاشواط محرك احتراق داخلي رباعي الاشواط تمام وليه رباعي الاشواط عشان المحرك سناء الاشواط بيكون ليه فتحة السحب اسفل البستم هنا اذا اللي قدامي وانا عندي صمامين سحب وصمام عادم ومجاري دخول للسحب ومجاري خروج العادم طب تعالوا نكتب الاجزاء عليها اول حاجة ان الرسمة دي او الصورة اللي قدام مني دي بتاعت محرك رباعي الاشواط محرك احتراق داخلي رباعي الاشواط ممتاز نكمل الجزء اللي بعد كده ده عمود الكمات اللي هو فوق ده الكامة مباشر فوق الصمام صمام السحب اللي بلول لازرق الجزء اللي فوق لازرق ده وكمان ده عمود الكمات وده اللي اتجهت ليه الشركات دلوقتي علشان تقلل فترة ملء اللي استوانا في شوط السحب عشان سرعة استجابة المركبة والشركات بتتنافس للوصول لأول ميت كيلو خلال كام ثانية او كام جزء فبيعملها بالشكل ده علشان يقلل زمن تعبئة اللي استوانا في شوط السحب اذا عندي عمود الكمات راكب مباشرة فوق صمام السحب بتاعي وبعدين اللي بعد كده الجزءين دول او اللون الاحمر ده صمام العادم او الاكزوهوست وده صمام السحب بتاعي بديس صمامات البسطن او المكبس والجزء اللي بعد البسطن او المكبس زراع التوصيل او الConnecting Rod اللي هو بيوصل البسطن او المكبس بعمود المرفق اخر حاجة في الجهة اليمين عندي هو عمود الكرانكة او عمود المرفق وعمود المرفق وظيفته هو تحويل الحركة الترددية بتاع البسطن مع زراع التوصيل إلى حركة دورانية تمام؟ وفي نفس الوقت بيخزن طاقة مع الحدافة من الشوط الفعال للأشواط الغير فعال كمان عندي عمود كامات فوق صمام العادم إذن أنا عندي عمود اتنين عمود كامة موجود في رأس المحرك بيكون مباشرة فوق صمام السحب أو صمامات السحب بيكون موجود عليها عمود كامات خاص بيها وفوق صمامات العادم بيكون موجود عمود كامات كمان تاني إذن النوع ده من المحركات بيديني سرعة استجابة إن المكنة أو المحرك بتاعي بيوصل للميت كيلو في وقت قليل عن المحرك هو عايز يقلل زمن تعبئة الاستوانة في شوط السحب وعايز يقلل الأجزاء طبعا إحنا عارفين إن المحركات اللي هي بتستخدم سيقان دفع أو عمود الكامة بيكون في جنب عمود الكرانك لو أنا مركبه جنب عمود الكرانك ببنا محتاج تابع كام محتاج سيقان دفع محتاج العصفير أو التكيهات وبعدين أنزل لي الصمامات هنا أنا بختصر كل الأجزاء دي وبحط عمود الكامات مباشرة فوق الصمام وبالتالي أنا مش محتاج صيامة كتير وبقلل الأجزاء وبخفف وزن المحرك بتاعي علشان المركبة تكون خفيفة في الوزن كمان بعمل تعبئة للاستوانة في وقت قليل جدا وبالتالي استجابة المحرك بتكون أعلى بكتير عن المحرك اللي من نوع التالي تعالوا نكمل الرسمة الجزء اللي باقي عندي هو مجار التبريد ومجار التبريد زي ما انتوا شايفين حضراتكم ده مجار التبريد قميص التبريد ده هو ملاصق للجلبة أو الشميز اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه جلبة مبتلة أو جلبة جفة فماء التبريد أهيه شايفينها الموز بيتحرك عليه وهنا كمان ده مجار التبريد اللي في رأس المحرك هي رأس المحرك بيبقى فيها ماء؟ آه بيبقى فيها مية بيبقى فيه فتحات متصلة من كتلة الاستوانات أو الفرغة إلى رأس المحرك أو السلندر هيد عشان تمشي المية في رأس المحرك لأن رأس المحرك بيتعرض لدرجات حرارة عالية جدا عن كتلة الاستوانات لأن غرف الاحتراء بتكون موجودة فيه خلصنا الرسمة وكتبنا عليها الأجزاء وطبعا أنا عندي هنا الاسبارك بلاجة أو شمعة الاشتعال أو لو كان محرك ديزل هنركب هنا البخاخ أو الرشاش نشوف الرسمة اللي بعد كده الرسمة اللي قدامي بعض الشباب الشاطر اللي متابع وبيزاكر وبيعرف التخصص بتاعه كويس لنفسه مش عشان ينجح الفكرة إنك تعرف التخصص بتاعك كويس اللي قدام مني ده عمود المرفق صح زي ما الشباب قالوا أو عمود الكرانك تعالوا نعرف الأجزاء بتاعتي دي مقدمة عمود الكرانك أو المحمل أو الكرسي الرئيسي أو محامل التزبيت بتاعة عمود الكرانك محامل التزبيت بتاعة عمود الكرانك اللي هي بتشيل عمود الكرانك وتثبته في كتلة الاستوانات تمام يا شباب؟ يبقى ده المحمل أو المحور الرئيسي بتاع عمود الكرانك كل اللي معاه على نفس المستوى بيبقى زيه يعني ده كمان محمل رئيسي واللي معاه في نفس المستوى ده كمان طيب نكمل بعد كده الأجزاء اللي عندي دي مقدمة العمود اللي بيركب عليها ترس وش التأسيمة اللي بيكون راكب يم المروحة بتاعة مقدمة المحرك اللي هيبى بعد منها مباشرة الرجبة بتاعة استوانا رقم واحد طيب نكمل الرسمة اللي قدام مني ده اسمه بنز المرفق أو البنز أو الركبة اللي بيركب عليها ركبة أو نهاية عمود زراع التوصيل بيركب عليها نهاية زراع التوصيل النهاية الكبرى لزراع التوصيل اللي بتوصل عمود المرفق بالبستن أو المكبس نكمل ده ثقب أو ممر الزيت ده الفتحات اللي قدام مني ده هي دي و دي اللي موجودة في الركبة بتاع عمود المرفق علشان الزيت بتاعي يتحرك من عمود المرفق الاول من ترمب ضغط الزيت او مضخة رفع الزيت هتضغطه بضغط عالي لعمود المرفق ومن عمود المرفق لزراع التوصيل وزراع التوصيل يديه لبنز المكبس ومن بنز المكبس لجدار الاستوانة بتاعتي نكمل بعد كده ده محمل قولنا او كرسي رئيسي او الكراسي الاساسية بتاعة عمود المرفق وبتكون على نفس الخط بتاع شايفين دي معاها على نفس الخط ده بنسميه الكراسي الرئيسية لعمود المرفق الثقوب اللي قدامي دي مهمة اوي وتعالوا هنا نشرحها على الالم اللي معايا ده لما نيجي الشركات تختبر عمود المرفق هي صناعة عمود المرفق وعايزة تشوف عمود المرفق بتاعي متزن ولا مش متزن يعني ايه متزن؟ يعني لما اسبت عمود المرفق على المحامل الاساسية او الرئيسية بالشكل ده وابدأ ادور عمود المرفق المفروض ان عمود المرفق كل مرة لما يخلص الطاقة او الحركة اللي انا ادت هاله اللي هي بنسميها عزم الكسور الزاتي الطاقة اللي انا ادت هاله هو هيفضل يدور لغاية لما يقف المفروض ان كل مرة يقف يقف في نقطة مختلفة عن المرة اللي قبل كده يعني انا دورته دلوقتي بقوة معينة هيلف يخلص الطاقة اللي خدها ويقف انا هعلم علامة ان هو وقف هنا تحت هعلم علامة هنا وبعدين هدوره تاني لو وقف في نفس النقطة المرة الجاية اذا الفخاد او اثقال الاتزان اللي موجودة عندي في عمود المرفق هنا دي تقيلة زيادة شوية فبالتالي انا بخوش فيها او باكل فيها او بقلل الوزن بتاعها شوية علشان المقابلة ليها النحية التانية تقوم تعمل بالانس او اتزان لعمود المرفق او ما دور عمود المرفق تاني المفروض ان كل مرة يقف نقطة مختلفة عن نقطة اللي قبلها وبالتالي في الحالة دي نقدر نقول ان عمود المرفق بتاعي متزم يبقى دي الاختبارات اللي بتعملها الشركة المصنعة لعمود المرفق فلما نشوف تخويش او تقوب في فخدة عمود المرفق وفخدة عمود المرفق دي مهمة اوي مهمتها ان هي مع عمود المرفق زي الحدفة بتخزن طاقة من الشوط الفعال اللي هو شوط الانفجار الى الاشواط الغير فعالة يبقى الفخدة او الثقل اللي موجود في عمود المرفق ده وظيفته ان هو بيخزن طاقة من الشوط الفعال اللي هو شوط الانفجار او شوط الاشتعال الى الاشواط الغير فعالة اللي هي ايه اللي هي سحب وضغط وعادي تمام وبتعمل اتزان لعمود المرفق تساعد في دوران عمود الفت الديني طاقة زيادة تعالوا نكمل الاجزاء بتاعتي على الرسمة بيقول لي الاسقال زي ما احنا شايفين هوت على الرسمة بيقول لي الاسقال دي بنعملها علشان تعمل تبا زي الحدافة كده تخزن لي طاقة زيادة من الشوط الفعال للاشواط الغير فعال طيب نروح لرسمة تانية الشباب اللي متابع معايا ممتاز جدا هيقول لي ده بستن او المكبس وده من الاجزاء المتحركة في المحرك بتاعي محرك الاحتراق الداخلي يا شباب بيتكون من اجزاء سبتة واجزاء متحرك الاجزاء السبتة اللي هي وعاء الزيت او كرتير الزيت وبعدين كتلة الاستوانات وبعدين رأس المحرك غطاء التكهات أربع أجزاء غطاء لو بدأنا من فوق غطاء التكهات وش السلندر أو رأس المحرك وبعدين كتلة الستوانات وبعدين وعاء الزيت طيب نروح للأجزاء المتحرك الأجزاء المتحركة أنا قلتها في حلقة هي عبارة عن دايرة هنبدأ من نقطة نرجع لنفس النقطة لو بدأنا بعمود الكرانك يبقى بعد عمود الكرانك زراع التوصيل بعد زراع التوصيل ييجي المكبس بعد المكبس تيجي الصمامات عمود الكمات وبعدين عمود المرفق تاني دا لو كان عمود الكمات مباشرة فوق الصمامات طيب لو كان عمود الكمات جنب عمود الكرانك تحت يبقى أنا لازم أبدأ تاني عمود مرفق زراع توصيل بستن بعدين صمامات بعدين تكهات وبعدين سيقان الدفع تابع الكامة بعد تابع الكامة ييجي عمود الكمات وبعدين عمود المرفق مرة تاني تعالوا نكتب الأجزاء بتاعتي على الرسمة ونقول ان ده زراعة توصيل الجزء اللي تحت في الصورة اللي قدامي ده زراعة توصيل وبعدين المكبس او البستون وبعدين ده تاج المكبس عشان نعرف اجزاء المكبس دي مجاري شنابر الضغط يعني ايه شنابر الضغط دي الشنابر اللي بتحكم الشحنة بتاعتي داخل الستوان الشنابر اللي بتحكم او بتمنع هروب الشحنة سواء كانت هواء او بنزين في محرك البنزين او هو بس في محرك الديزل بين المكبس وجدار الستوان تمام يبقى شنابر الضغط بيبقوا اتنين اتنين فوق بيركبوا شمبرين ضغط بعد كده يجي شمبر الزيت يعني انا لو بصيت على الرسمة هلاقي عندي تلات مجاري اتنين ضغط وواحد زيت بنسميه شمبر زيت او شمبر الكسح او شمبر القشط بيقشط او يمسح الزيت اللي جه على جدار الستوانة من خلال بنز المكبس اللي احنا دخلنا من عمود المرفق دخل في زراعة التوصيل بنزل مكبس جي على جدار الستوانة الشمبر ده مهمته انه يقشط الزيت وينزله الاسفل لان لو احنا سيبناه هيتحرق في غرفة الاحتراء ويطلع للهباب الاسود او السياج وبعدين يبدأ يعمل كربون في مجاري العادم ويبدأ يكتب المكنة ويعمل حاجات مشاكل كتيرة جدا وتلوس بيقى كمان تعالوا نكمل اجزاء الرسمة بتاعتي ده بنسميه جزع المكبس وحلقات او مجاري حلقات الزيت اللي هو بيبقى اسفل تحت انا عندي تلات مجارة هو ده اول واحد قلنا ضغط اتنين برضو ضغط ده بتاع الزيت وبعدين تيجي سرة المكبس اللي بيركب فيها بنزل مكبس خلصنا النوع ده من الاسئلة هنخش على نوع تاني ان احنا نختار من العمودين هنختار من العمود باع ما يناسب العمود الف تعالوا نشوف العمود الف مكتوب فيه ايه مكتوب فيه من وظائف ذراع التوصيل شد ولا وصل المجبس بعمود المرفق ولا ضغط ولا نقل القدرة من الشوت الفعال إلى العجل عن طريق الحدافة ولا من وظائف زراع التوصيل أنه هو صلب كربوني ولا من وظائف زراع التوصيل أنه هو الدورات الحرارية دي نقطة نقطة تانية من الأجهادات أو المتاعب أو المشاكل أو الإجهادات بنقول عليها إجهادات اللي هتواجه زراع التوصيل إيه ممكن يكون واحد هو بيقول لي من يعني لو أنت قدام منك في العمود باء نقطة واحدة كفاية نقطة أنت أي إن شاء الله يكون مكتوب كل الإجهادات علم عليها وصلها بالنقطة اللي هتنسبها من ألف النقطة اللي بعد كده بيقول لي وظيفة عمود المرفق هي إيه النقطة اللي بعد كده بيقول لي مادة صنع عمود المرفق تعالوا نوصل كل نقطة بما ينسبها من العمود باء من وظائف زراع التوصيل وصل المكبس بعمود المرفق الشباب هيقول أنا قلت الأول صح كلامك مظبوط زراع التوصيل وظيفته أنه هو بيوصل المكبس بعمود المرفق عشان تتنقل القدرة من الشوت الفعال أو شوت الانفجار إلى عمود المرفق طيب من الإجهادات اللي بتقابل كمان زراع التوصيل عندي إجهاد شد وإجهاد ضغط فيه إجهادات تانية آه لكن أنا اللي موجود عندي في العمود دلوقتي هو الشد والضغط طيب وظيفة كمان عمود المرفق نقل القدرة من الشوت الفعال إلى العجل عن طريق الحدفة يبقى وظيفة عمود المرفق من أو الوظيفة بتاعت إنه هو بينقلي القدرة من الشوت الفعال للحد دافة ننقلها للعجل أو ناخد شغل ينتفع به أيا كان نوع الشغل طب مادة صنع عمود المرفق صح الشباب اللي قالوا إنه هو بيصنع من الصلب الكربون خلصنا النوع ده من الأسئلة هنخش على نوع تاني من الأسئلة وهو أكمل مصادر الطاقة الحرارية في الكون أو في المجال بتاعنا اللي هو تخصص مركبات إيه عندي نوعين من المصادر هو مدام الدين ومقطتين يبقى هم نوعين حكتين إيه هم الطاقة الشمسية والحاجة التانية الوقود أنا عندي الشمس بتمدنا بطاقة حرارية بنستخدمها في السيارات اللي هي بتشتغل بالطاقة الشمسية أو المحركات الكهربائية اللي بتشتغل بالطاقة الشمسية لكن إحنا في المركبات بنشتغل على محركات الاحتراق الداخلي فأنا بعمل سيعملنا سيارات بالطاقة الشمسية النوع الثاني الوقود اي ان كان نوع الوقود بنزين او ديزل او بايو ديزل او غاز اي ان كان نوع الوقود اذا انا عندي نوعين من مصادر الطاقة الحرارية اللي احنا بنستخدمها عندنا في المركبات الشباب بتوعنا بتوع المركبات يعيدوا معايا تاني هما ايه واحد الطاقة الشمسية ممتاز الطاقة الشمسية بتدينا طاقة حرارية اتنين الوقود الوقود اللي هو بنزين بس لا الشاب او الاستاذ اللي قال لي ان هو بنزين ممكن يكون بنزين ممكن يكون ديزل ممكن يكون بايو ديزل ممكن يكون غاز طبيعي زي المحركات اللي اشتغل جديد او الناس اللي بدأت تحول المركبات بتاعتها من بنزين الى غاز طبيعي فالغاز الطبيعي بيشتغل معايا من الوقود اللي انا بستخدمه عشان اخد منه طاقة حرارية نكمل السؤال اللي بعد كده بيقول لي تتكون الدورة الربعية من اربع اشواط هي اذا هو بيقول لي دورة الربعية اربع اشواط يبانى عندي اربع نقط حد يعرف يقولهم واحد هيقول لي سحب ممتاز وحد من الشباب سمعوا بيقول لي ضغط صح وبعد السحب والضغط يجي اشتعال او احتراق وبعدين يجي شوط العادم تمام يبقى سحب ضغط اشتعال عادم طيب ينفع اننا لو جيت اكتبهم او جيت اقولهم اقولهم اشتعال ضغط سحب عادم يعني ينفع اغير في الترتيب ما ينفعش انت عشان تروح المدرسة لازم تطلع من بيتك وتركب مواصلات وتروح المدرسة وتبدأ تتعلم كده انت حصلت على علم هينفع تحصل على علم وانت قاعد في البيت من خلال اه ينفع يا مستر لكن هينفع تفك تتعلم فك لازم امسك اداء انا قصدي اني عشان يحصل اشتعال اللي هو الشوت القدرة او الشوت الفعال لازم نعمل تلات اشوات تانيين غير فعالين اللي هما ايه اللي هما السحب والضغط والعادة السحب بنسحب نملة الاستوانة هوا وبنزين في محرك البنزين وبعدين شوت الضغط نضغطه شوت الانفجار بقى اللي بيحصل باخد انا منه طاقة باخد منه طاقة الغازات بتتمدد تضرب المكبس تدي الطاقة دي لازراع التوصيل يده للمرفق نده لعجل المركبة بتاعته تمشي او المحرك بتاعته يشتغل لازم يحصل عندي عادم عشان اعمل كسحة للعادم اللي جوه اللي استوانه عشان اعبي شحنة جديدة اذا لازم يحصل عندي الاربع عشوات دول اربع عشوات اللي هما ايه سحب والضغط واشتعال وعادة ولازم بالترتيب ده سحب ضغط اشتعال عادة ماينفعش اجيب حاجة قبل التقيم ماينفعش اجيب ضغط قبل سحب ومش هيحصل ضغط يعني لو الصمام بتاع السحب فتح في شوت الانضغاط ما عنديش ضغط المكبس هتشتغل لو صمام العادم او السحب فتح في شوت الاشتعال مش هيحصل عندي المحرج بتاعي مش هيشتغل اساسا خالص اذا لازم يكون الصمامات في الحالة دي مغلقة ولازم يحصل ضغط ضغط عشان درجة الحرارة بتاع الغاز اللي موجود جوه تعلق الغاز اللي هو هو هوا هوا مع بنزين او هوا مع غاز طب لو كان محرج ديزل يبقى شوت الانضغاط بتاعي هضغط الهوا بس عشان يرتفع درجة حرارته وبعدين اعمله حقن في نهاية شوت الضغط احقن الديزل بتاعي فيحصل الاشتعال تاني بأكد عايزك تفهم الحتة دي ما ينفعش يحصل الاشتعال قبل الضغط ما ينفعش يحصل ضغط قبل السحب لازم تيجي بالترتيب سحب ضغط اشتعال عادل سحب ضغط اشتعال عادل تمام نكمل بيقول لي السؤال اللي بعد كده برضو اكمل يدور عمود المرفق في الدورة الربعية كام لفة مكتوب لي لفة بينما يدور عمود الكامات كام لفة ويفتح صمام السحب وصمام العدم في الدورة الواحدة يعني انا عندي دورة ربعية عشان يحصل سحب وضغط واشتعال وعدم عمود المرفق هيلف في كام لفة ممتاز وعمود الكامات هيلف في كام لفة واحدة لان عمود الكامات بيدور عدد اسنانه قد عمود المرفق مرتين طيب صمام السحب هيفتح مرة واحدة وصمام العدم برضو هيفتح مرة واحدة في شوت السحب ده هيفتح في شوت السحب اللي هو صمام السحب وصمام العدم هيفتح في شوت العدم ده عشان نحصل على دورة ربعية او نحصل على شوط قدرة واحد طيب نسبة الانضغاط في محرك البنزين كام بينما في محرك الديزل كام الشباب اللي أنا سمعهم بيقولوا ان نسبة الانضغاط في محرك الديزل محرك البنزين 9 الواحد صح وتقريبا في محرك الديزل من 22 الواحد لان بدأت الشركات تزود عن كده يعني ايه 9 الواحد يعني لو انا عندي 9 لتر هوا مع بنزين بضغطهم في لتر واحد بس نفس الكلام في محرك البنزين الدورة الحرارية في محرك الاحتراك الداخلي هي دورة ايه او الانواع بتاعتي دورات الدورات الحرارية في محرك الاحتراك الداخلي هي دورة سنائية ودورة ربعية وقلناها في صحة وخطأ فانا بعيد عليك المعلومة عشان توصلك المعلومة بأكتر من شكل نكمل أكمل بيقول لي يتحرك المكبس في شوط السحب في شوط السحب في الدورة الربعية من النقطة المائية الأيه إلى النقطة المائية الأيه يعني المكبس بيتحرك في شوط السحب من النقطة هل هو بيتحرك من فوق لتحت ولا من تحت الفوق دي اللي أنا عايزك تجاوب عليه الإجابة في الحالة دي أنه هو بيتحرك من النقطة المائية العليا إلى النقطة المائية الأيه السفلة وهيكون صمام السحب مفتوح ممتازة شباب هيكون صمام السحب مفتوح وصمام العادم ماله مغلق هو كمان يبقى صمام السحب مفتوح وصمام العادم مغلق طيب ننقل على فرع جديد من فروع مادة التكنولوجيا العامة وهي الشاسيه وتعالوا ناخد أول نوع من الأسئلة وهو صح وخطأ بيقول لي وظيفة القابض فصل ووصل الحركة ما بين المحرك وسندوق تروس السرعات الكلام ده صحيح؟ أيوة صحيح الكلام ده صح احنا سمعناها وخدناها كده ان وظيفة القابض بتاعي فصل ووصل الحركة ما بين المحرك وسندوق تروس السرعات يبقى العبارة بتاعتي دي صحيحة السؤال اللي بعد كده بيقول لي أجهزة نقل الحركة في المركبات بالترتيب عايزين ناخدها بالترتيب ايه؟ قابض وسندوق تروس السرعات والأعمدة والوصلات المفصلية ومجموعة النقل النهائي او التوازن اللي بنسميها الكورونا والعبارة دي صحيحة ولا خطأ؟ العبارة بتاعتي صحيحة الأربع أجزاء دولة لو احنا حطناهم بالترتيب هم دولة أجهزة نقل الحركة في أغلب المحركات بتاعتي بيبقى القابض بعد منه سندوق تروس السرعات وبعدين الوصلات المفصلية وبعدين الكورونا بتاعتي سواء كانت أمامية أو خلفية تعالوا نكمل الأسئلة بتاعتنا ونشوف السؤال التاني بيقول لي أنواع القابض المستخدمة على المركبات ايه القابض المستخدمة عندي؟ قابض احتكاكية وقابض هيدرولكية وقابض مغناطسية العبارة دي صحيحة أم خاطئة؟ يعني أنا عندي قابض هيدرولكية أيوة مستر عندي قابض هيدرولكية طب أنا عندي قابض احتكاكية أيوة عندي قابض احتكاكية وعندي قابض كمان مغناطسية اللي هي بتستخدم مع الكلاتش أو معكم بروسر التكييف يبقى العبارة بتاعتي دي صحيحة ثلاث أنواع من القوابض المستخدمة في المركبات بتاعتي اللي هي الاحتكاكية والهيدرولوكية والقوابض المغناطسي السؤال اللي بعد كده بيقول لي وظيفة كرس القابض ذو السرة المرنة نقل القدرة إلى صندوق تروس السرعات كما هي وظيفة كرس القابض ذو السرة المرنة نقل القدرة إلى صندوق تروس السرعات كما هي العبارة دي لو احنا شلنا كما هي هتبع عبارة صحيحة لكن كلمة كما هي هي اللي غيرت المعنى تماما لأن أنا بستخدم كرس القابض ذو السرة المرنة عشان يمتص الصدمة بتاعت بداية التعشي لو أنا نقلتها الصدمة دي لأسنان التروس هتكسر لي صندوق تروس السرعات في وقت قليل جدا يعني المحرك بتاعي أو المركبة بتاعتي هتحتاج تغير صندوق تروس السرعات خلال فترة وجيزة جدا ليه؟ علشان أنا ما عنديش قابض ذو سرة مرنة عشان يمتصص الصدمة بتاعت بداية التعشي لما أنت بتيجي ترفع رجليك من على دواسة الدبرياش أو دواسة القابض بيحصل تصادم بين الحدافة وكرس القابض لو أنا نقلت الصدمة دي لأسنان التروس كمان هيحصل تكسير لأسنان التروس وبالتالي العبارة بتاعتي دي هتبقى عبارة خاطئة تعالوا نكمل الأسئلة أنواع السنديق سنديق تروس السرعات المستخدمة على المركبات هي سنديق تروس سرعات الانزلاقية أو انزلاقي وسنديق تروس السرعات دائم التعشيق وسندوق تروس السرعات توافقي وسندوق تروس السرعات فلكي العبارة بتاعتي دي صحيحة لأن دولا أربع أنواع المستخدمين في المركبات عندهم أربع أنواع سندي انزلاقي صندوق انزلاقي وسندوق دائم التعشيق وسندوق طوافقي وسندوق فلكي نشوف السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كان الترس القائد هنا محتاجين ساعتك تركز معايا وتفكر إذا كان الترس القائد هو الأصغر الترس اللي معاه القدرة أو اللي جاي له الحركة هو الأصغر في عدد الأسنان والترس المنقاد اللي هينقل القدرة يعني الترس اللي بيدور اللي معاه القدرة اللي واخد من المكنة هيدلي اللي بعد منه واللي بعد منه ده هيدلي العجل فالترس القائد كان صغير والترس المنقاد كان عدد الأسنان بتاعته كانت أكبر من الترس يعني ترس صغير بيدل ترس كبير العبارة بتاعتي في الحالة دي العزم المنقول هيكون أكبر ولا أقل يعني لو ترس صغير بيدل ترس كبير هيبقى العزم كبير ولا العزم قليل الشباب اللي كانت حضرة معنا الحلقات اللي قبل كده هتقول لي مدام ترس صغير بيدل ترس تاني أكبر منه يبقى العزم في الحالة دي ايه العزم بتاعي أعلى ولكن السرعة أقل وإحنا قلنا أن العلاقة ما بين السرعة والعزم علاقة عكسية تعالوا نشوف العبارة بتاعت دي تب العبارة بتاعت دي عبارة خاطئة لما يكون الترس القائد عدد أسنانه صغيرة والترس المنقاض عدد أسنانه كبيرة في الحالة دي العزم المنقول هيكون أقل والسرعة بتاعتي هتكون أكبر تب العبارة دي خاطئ طيب نروح للنوع تاني من الأسئلة اللي هي هنكتب الأجزاء على الرسم ايه الرسمة اللي قدام مني دي الرسمة دي بتاعت قابل قابل احتكاكي تعالوا نكتب الأجزاء بتاعتي دي الحداف صح ودي دواست القابل اللي قدام مني على الرسمة دي دواست القابل نبص على الجزء اللي بعد كده دي كرس القابل نرجع للرسمة تاني كرس الضغط وبعدين عمود القابل يبقى أنا واليهي اللي وراء ده اللي بيضغط كرس الضغط عشان يضغط كرس القابل على الحدافة الفكرة بتاعت القابل فكرة بيستخدم الاحتكاك في نقل القدر الحدافة دايرة مع المكان على طول او مع المحرك على طول القابل او الكلاتش او الدبرياش زي ما بيسموه في السوق بيبقى ليه حاجة اسمها كرس قابل كرس القابل بيلتمس بالحدافة بندغطه نضغط عليه من خلال كرس ضغط بيجي وراه يضغط عليه يخليه يلتحم ويلتصق ويحتك بالحدافة وبالتالي يدور بنفس سرعة الحدافة اذا كرس الضغط هو العامل الاساسي عشان ينقل القدرة لازم يضغط على كرس القابل واليايات بتاعت كرس الضغط لو ضعيفة القدرة بتاعتي مش هتتنقل وبالتالي في الحالة دي يقولك انت محتاج تغير ديسكوست لو انت راحت قلتله العربية بتاعتي ما بتسحبش او المركبة بتاعتي ما بتسحبش هو هيجرب يقوم يحس ان فيه نعومة او فيه فقد في القدرة في الحالة دي هيغير لك الاسطوانة بتاعة القابل ويساعات كمان هيحتاج يغير الدسك تعالوا نكمل الرسمة واجزاء الرسمة بتاعتي في الصورة اللي قدام مني انا عندي كرس قلنا ان دا قابل الحدافة قدامها هي اللي هي باللون السود وبعدين كرس القابل اهو اللي هو متصل بعمود القابل عن طريق مراود معناها ان لو دار كرس القابل هيدور عمود القابل اللي هو بيودي لسندوق تروس السرعات هنا كرس الضغط كرس الضغط اللي وراء دا معاه وراء منه ياي عشان يضغطه يضغطه يفضل ضغط على كرس القابل عشان يوصل الحركة من الحدافة لكرس القابل لعمود القابل لسندوق تروس السرعات وده عمود القابل قلنا وده الياي ودي الدواسة بتاعة القبر ننقل على الرسمة اللي بعد كده ده صندوق تروس سرعات انزلاقي ممتاز تعالوا نعرف الأجزاء اللي عليه أسماء الأجزاء اللي عليه ده انزلاقي يعني إيه انزلاقي التروس اللي فوق بتنزلك على العمود رجبة على العمود اللي فوق عن طريق مراود معناها أن الترس ده لو ضار هيدور معها العمود الرئيسي الترس ده لو ضار هيدور معها العمود الرئيسي والترس ده نفس الشيء لأنه متصل بالعمود الرئيسي عن طريق مراود إذن بتتنقل الحركة من عمود القابض دهو تيجي لترس العمود القابض لترس الشجرة أو عمود التوزيع اللي قدام مني عشان ينقل القدرة للعمود الرئيسي يودي لبقى يجهزنا للحركة تعالوا نعرف الأجزاء ده عمود القابض اللي قدام مني ده عمود القابض بعدين اللي بعد منه اتنين عمود التوزيع أو الشجرة ودي تروس سابتة في عمود الشجرة سابتة ما بتتحركش لايمين ولا شبال ده مكانها ومجموعة تروس السرعة اللي هي السرعات اللي احنا هنحصل عليها اللي بتنزلق على العمود وبعدين العمود الرئيسي اللي هو هيدل باقي جزنة للحركة اما المجموعة التروس دي اللي بتديني السرعة الخلفية او السرعة العكسية يبقى ده صندوق تروس السرعات انزلاقي وقلنا انزلاقي علشان التروس بتاعة السرعات اللي هو الاول او التاني او التالت بتنزلق على العمود الرئيسي الترس اللي قدام مني ده هو يا شباب ده او ده او ده بيتحرك على المراود بتاعة العمود نفسه فيقدر يروح للخلف كده جهة اليمين او يتقدم للامام الترس ده ونفس الشيء الترس ده فلما يتحرك للامام او للخلف يجي يتعشق مع الترس بتاع عمود الشجرة وبالتالي انا احصل على سرعة حسب منعي سرعة اولى او سرعة تانية او سرعة عكسية نكمل ده صندوق تروس سرعات ايه دائم التعشيك معلش فيه دائم التعشيك التروس متعشقة مع بعضها هنا على طور التروس ده هي متعشقة مع بعضها طب ايه بقى اللي بينقل الحركة الجلبة الجلبة هي اللي مربوطة مع العمود اما الترس ده ملوش علاقة بالعمود راكب على رمان بلي مع العمود الترس اللي فوق هناك فيه الانزلاقي ده دائم التعشيك في الانزلاقي كان ده بيتحرك على العمود اما ده التروس متعشقة طول الوقت وملهاش علاقة بالعمود امتى تبقى هي والعمود جزء واحد لما تتعشق مع الجلبة بالانياب اللي احنا شايفينها ده ايه تيجي مع الجلبة تتعشق اذا الترس ده لما هيدور هيدور مع العمود تبقى الحركة هتيجي من عمود القابض زي ما احنا شايفين اسماء الاجزاء تيجي من عمود القابض لعمود الشجرة تتوزع حسب السرعة اللي انا عايز تمام والمجموعة بتاعت التروس الخلفية اللي قدام مني اللي هي مجموعة التروس اللي قدامي نكمل نوع تاني من الاسئلة اللي هي برضو هنختار من العمود الف ما ينسبه من العمود ب في العمود الف مكتوب وظيفة القابض ايه ومن انواع سندق تروس السرعات من انواع يعني ممكن اكون هتطلعك نوع او اتنين او تلات حسب اللي موجود في العمود وبيقول لي من أنواع القابض برضو ممكن يعندي نوع أو اثنين أو أكتر مادة صنعي بطانة الاحتكاك طيب تعالوا نشوف العمود بقى فيه دائم التعشيق دائم التعشيق احنا لسه قيلينه اللي هو في نوع السندوق طيب تعالوا نوصل بقى وظيفة القابض فصله ووصل الحركة ما بين المحرك وسندوقه تروس السرعات وإحنا لسه قيلينها في صحة وخطأ دي وظيفة المحرك طيب أنواع بقى سندوق تروس السرعات عندي دائم التعشيق وانزلاق اللي احنا شرحناهم لسه دلوقتي حال كمان طيب عندي بعد كده أنواع القابض عندي قابض هيدروليكي وقابض احتكاكي فاضل عندي مادة صنعي بطانة الاحتكاك بطانة الاحتكاك اللي بتبقى رجبة فيه كرس القابض ودي بتصنع من الإسبستوس عشان بيتحمل درجات الحرارة العالية وبتحمل الاحتكاك ما بيتكلش بسهول طيب تعالوا نكمل باقي الأسئلة عندي النوع التاني من الأسئلة وهو أكمل بيقول لي تتكون أجهزنا للحركة من أربع حاجات هم القابض وي صندوق تروس السرعات وي الواصلات المفصلية والأعمدة وبعدين مجموعة تروس الاتزان أو الكورون حد من الشباب هيقول لي يا مستر أنت لسه أيلنا الكلام ده في صح وخطأ أنت بتكرر الأسئلة أنا بكرر الأسئلة بهدف أن توصل لك المعلومة تاني وممكن يتعامل معاك في الامتحان كده نفس الكلام أنا يهمني في المقام الأول أن المعلومة توصل لك مش أن أنا أختبرك أشوفك لا أنا يهمني المعلومة توصل لك أنت أهم حاجة أنك تبقى فني مركبات مناسب لسوق العمل فلازم تذاكر المادة أو تدرس المجال بتاعك أو المهنة بتاعتك لنفسك أنت الأول عشان تقدر تنافس في سوق العمل حتى لو أنت عايز تكمل كلية فلازم تكون غني بالمعلومات بالمعارف والمهارات والسركيات الخاصة بتاعت المهنة تعالوا نكمل السؤال بعد كده في أكمل بيقول لي أنواع القوابط المستخدمة في المركبات هي القوابط إحنا فاكرين حد قال لي من شوية أنه هم ثلاث أنواع احتكاكية وهايدرولكية ومغناطسية صح كلامنا مظبوط يبا إحنا كده جاوبنا أو كملنا الفراغات بتاعة أكمل بتاع السؤال ده السؤال التلاتاشر بيقول لي أنواع صناديق السرعات المستخدمة إحنا لسه إيليناها من شوية بصح وخطأ نقولها تاني عندي برضو أربع أنواع انزلاقي ودائم التعشيق وتوافقي وفلك يبا عندي أربع أنواع سنديق تروس السرعات هي سندوق تروس سرعات انزلاقي ودائم التعشيق وتوافقي والنوع الرابع هو النوع الفلك نكمل أنواع القابض الاحتكاك هو فيه أنواع كمان في القابض الاحتكاك أي وهو فيه ثلاث أنواع اللي هم إيه اللي هو مفرد الكورص فيه كورص قابض واحد بس أو مزدوج الكورص كورسين قابض أو متعدد الأقراص يبقى أنا عندي 3 أنواع للقابض الاحتكاكي مفرد الكرس مزدوج الكرس متعدد الأقراص اللي هو أكتر من كرس أعداد كتير أكتر من 3 نكمل أسئلة الشاسيه بيقول لي عندما يكون الترس القائد هنرجع لسؤال هنا تاي الترس القائد هو الكبير والمنقاض أصغر يكون العزم الكبير هو اللي بيدي للصغير العزم بقى هيبقى كبير ولا قليل بينما تكون السرعة يعني أنا محتاجة أضيف هنا العزم هيكون كبير نشوف الإجابة العزم هيكون أقل لو ترس كبير بيدي للترس صغير لو القائد كبير القائد هو الكبير هيدي للترس صغير يبنى هاخد سرعة والسرعة عكسها العزم يعني لو زادت السرعة هيقل العزم يبقى في الحالة دي العزم هيقل والسرعة بتاعتي هتزيد يبقى العلاقة ما بين تعالوا نرجع للشريحة العلاقة بين السرعة والعزم علاقة إيه علاقة عكسية لو زاد العزم قلت السرعة لو زادت السرعة قل العزم يبقى لو زادت السرعة هيقلل العزم ممتاز الشباب اللي امتبع معنا تعالوا نعرف السرعة الأولى تعني تعني إيه تعني سرعة أقل وعزم أكبر للسرعة الأولى صح طيب يوجد نوعين من العزل في القوابط بتاعتي عندي عزل ميكانيكي لما باجعزل لما بدوس على الدواسة بنعزل يا إما نستخدم وصلات ميكانيكية فبنسميه عزل ميكانيكي أو عزل هيدروليكي أن أنا باستخدم زيت أو عزل هيدروليكي طيب تمام خلصنا الشاسيه والمحركات بينا نبدأ الكهرباء ونشوف أسئلة الكهرباء برضو هنبدأ بصح وخطأ بيقول لي تتكون المادة من جزيئات وتتكون الجزيئات من الظرات وتتكون الظرة من نواة يدور حول الظرة أو حولها جسيمات صغيرة سالبة الشحنة تسمى الإلكترونات العبارة دي صحيحة أم خاطئة؟ لو حد فاكل فيكو في الحلقة بتاعة أسئلة الكهرباء قلنا أن أي مادة في الكون بتكون من جزيئات الجزيئات دي بتتكون من مجموعة من الظرات الظرة لها نواة النواة تحتها بيدور حوليها مجموعة من الإلكترونات بل العبارة بتاعتي دي صحيحة تعالوا نلحق ناخد كمان سؤال بيقول لي تحتوي النواة على جسيمات مجابة تسمى بورترونات وأخرى متعادلة تسمى نيوترونات العبارة بتاعتي صحيحة ولما نيجي نصنف المواد من حيث التوصيل توصيل للكهرباء يعني هنقول أن هي مواد موصلة ومواد عازلة ومواد شبه موصلة العبارة بتاعتي دي صحيحة أم خاطئة؟ الشباب اللي قالوا أن العبارة دي صحيحة شباب صحيحة بيتكلم صح العبارة بتاعتي أنا عندي ثلاث أنواع في المواد في النهاية احنا اشتغلنا المادة بتاعت التكنولوجيا ورجعنا عليها الثلاث أنواع ما لحقناش نكمل الكهرباء لكن هي نفس الفكرة اللي اشتغلناها في المحركات والشيسية برضو بعيد عليك الفكرة في الاختبار مش أن النقيس مستواك أنت الفكرة بالنسبة لنا أن يوصلك المعلومة والمعارف والمهارات بتاعت المادة أو بتاع التخصص بتاعك زاكر المادة لنفسك مش للامتحاه ولو أنت ناوي تنافس في سوق العمل يبقى لازم تشتغل جامد على نفسك وتنوع وتعدد مصادر دخل المعلومة بتاعتك اسأل المعلمين اللي معاك في المدرسة ما حدش يتأخر عنك اسأل عن طريق أن نتعى على الصفحات أو المنصات التعليمية اللي الوزارة عاملها للتعليم الفني على القناة بتاعتنا كل المعلمين التعليم الفني في خدمتك عشان نوصل بمصرنا لمكان تاني خالص بالتعليم الفني لأن التعليم الفني إن شاء الله هو قاطرة التقدم للأمة بتاعتنا في نهاية حلقتنا بتمنى أن نكون وصلت معلومة ولو بسيطة وبتمنى لكم التوفيق إن شاء الله ونلقاكم في حلقات قادمة في الترم الجديد الترم الثاني إن شاء الله بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر